كل من حاول مرة واحدة على الأقل أن يكرر طهوة بعض الأطباق المعقدة في مطبخ المنزل يعلم جيدا أن عملية الطهو تتطلب الصبر والمهارة والاهتمام بالفعل كان هناك طهات رائعون حقا في جميع أنحاء العالم عملوا في البداية كمتدربين عاديين في المطبخ لسنوات طويلة أو حتى لعقود عديدة قبل أن يحققوا رتبا عالية في طهو الأطعمة اللذيذة وهناك بعض الطهات الذين يقومون بإنشاء أعمال حقيقية في فن الطهو المعاصر باستخدام بعض المنتجات في هذا المقطع سنخبركم عن المبدعين الذين يجمعون بين الفن وبراعة الطهو وسنخبركم عن إبداعاتهم الرائعة انتبهوا جيدا إلى الشاشة من رؤوس جبن البارميزان الضخم إلى البطيخ وحتى الكم يبدو أن هذا المحترف الإيطالي قادر على تحويل أي طعام صلب إلى تمثال رائع الأعمال المذهلة لفالوريان هاتشيكو أدهشت المعجبين في جميع أنحاء العالم ولسيما عشاق الأفلام الحديثة وذلك لأن الشخصيات التي يبدعها غالبا تكون أبطالا لأفضل الأفلام على سبيل المثال تمثال لذو نايك كينغ زعيم المشات الأبيض في سلسلة لعبة صراع العروش العالمية الشهيرة والذي قام فالوريان بنحده لمدة ثمانية عشرة ساعة كاملة واليوم يعد تمثال ملك الليل هو الأكثر شهرة بين إبداعات هذا الفنان منذ عام 2016 حازت صورة التمثال على أكثر من 200 مليون مشاهدة على الإنترنت مما جعل فالوريان يتمتع بشهرة وشعبية كبيرة أو على سبيل المثال قام بنحد تمثال رأس الأفعاء فقط انظروا إلى تفاصيله المذهلة جدا بالمناسبة كان فالوريان منذ صغره يحلم بصناعة الفن وكان يقضي كل وقت فراغه في مساعدة والديه في المطبخ حينها بدأ الصبي بتطبيق موهبته على الوسائل المتاحة والفواكه والخضروات غير الضرورية واليوم أصبح فالوريان واحدا من أشهر المبدعين في نحت الطعام في العالم وكذلك صانعا لأكبر تمثال من البطيخ وأشهر محترف في نحت الكمأة وها هو محب آخر لنحت تماثيل غير عادية من البطيخ وهو الشيف خوسي بيريرا من البرتغال والذي عمل في نحت البطيخ لمدة 16 عاما في هذا المقطع يعرض لنا هذا الطاه المحترف عملية صناعة فستان مذهل لألسا بطلة الفيلم الشهير للرسوم المتحركة القلب البارد في معظم مقاطع الفيديو الخاصة به يعرض لنا كيفية إنشاء المنحوتات الخاصة به خطوة بخطوة لقد استخدم سكينا بمهارة عالية بحيث يبدو للوهلة الأولى أن الأمر بسيط جدا لكن من المؤكد أن كل إبداع قام به هذا المحترف البرتغالي استغرق ساعات من العمل الطويل والدقيق إذا كنت قد سائمت من تناول الكوكيز المكونة من خبز الزنجبيل العادي في عطلة رأس السنة فإليك طريقة رائعة للكوكيز مناسبة لأعياد الميلاد تعتبر الكوكيز وردية الشكل هي الحلوى التقليدية في الشتاء لدى الهنود فهي لا تتمتع بطعم غير عادي فحسب ولكن أيضا بمظهر لطيف وراقة أعداد هذا النوع من الكوكيز في المنزل ليس أمرا صعبا جدا إلا أنه يجب العثور على ملعقد خاصة لتحميس الكوكيز والتي من دونها يكون أعداد أفضل كوكيز بشكل مثالي أمرا غير ممكن يوجد مثل هذا النوع من الكوكيز أيضا في الدول الإسكندنافية والتي تسمى الروزيتا الفرق الوحيد بينهما بدلا من حليب جوز الهند كما هو الحال في الهند يفضل الإسكندنافيون إضافة حليب عادي بالإضافة إلى ذلك توجد أشكال فريدة ومختلفة من هذه الحلوة المتطورة في تركيا والمكسيك وكولومبيا وبعض الدول الأسيوية في عالمنا الحديث الكيك المكونة من البسكويت العادي لم تدهش أحدا السوق في بعض الأحيان يتطلب الأصالة وهذه الفتاة بالتأكيد لم يشغلها هذا روز من أستراليا تقوم بتصنيع وتزيين الحلوة منذ أكثر من ست سنوات وكل إبداع جديد لها يثير دهشة وإعجاب المشتركين لكي تبدو هذه الكعكة في شكل منزل لطيف قامت روز باستخدام فندان وهي عجينة سكرية لصناعة الحلوة بعد أن حولتها إلى لحاء شجرة صالح للأكل عملية تجميع منتجات الحلوة تعد أكثر تعقيدا مما تبدو عليه للوهلة الأولى يمكن أن تنهار قاعدة الكريمة الناعمة ببساطة تحت وطأة العناصر الزخرفية إذا لم يكن لدى طاه المعجنات الخبرة اللازمة ويتمتع بالصبر والدقة العالية فقد تخيل مشاعر الطفل عندما يتلقى مثل هذه الكعكة في عيد الميلاد هذه الحلوة الرائعة التي تشبه قوس قزح تم إعدادها من قبل الطاه الشاب بوستون ماغي من تكساس والذي بدأ مسيرته المهنية بشكل غير طبيعي عمل الشاب أولا في غسل الأواني والطاصات في المطابخ ثم بدأ تدريجيا في تجربة ألواع مختلفة من الحلوة كما كان يحلم منذ طفولته وخلال ثلاث سنوات من التدريب من دون توقف وساعات طويلة من مشاهدة البرامج التعليمية على يوتيوب تمكن من أن يصبح محترفا حقيقيا في تزيين الكيك على أن أصبح يتابع عمله حوالى 100 ألف مشترك هذا الشاب يدعى نجم الروك بجدارة في عالم الحلوة هذا المقطع نشير على صفحته على انستجرام والتي يتابعها اليوم أكثر من مليون وخمسمائة ألف مشترك يمكنك أن تبحث على الانترنت على مثل هذا النوع من مقاطع الفيديو والتي تسمى satisfying videos حيث إنها تجلب الهدوء والراحة والرضاة الشاب الفرنسي أموغي ديشان البالغ من العمر 28 عاما فقط تناضل مدارس إنشاء المعجنات حول العالم من أجله يؤكد معجب هذا الطاهي أنه يمكنه أن يصنع أي شيء من الشوكولاتة فقط انظروا إلى هذا التمثال الذي يبدو على هيئة مبنى الدولة الإمبراطورية أو الذي يبدو على هيئة شخصية الأمازون الأنيقة استمراراً لحديثنا عن موضوع فن الحلوى فقط انظروا إلى هذه الكعكة المذهلة بشكل لا يصدق والتي تبدو مثل البيانو تم إعدادها من قبل طاهي إيراني شهير والذي يقوم أيضاً بإعداد صبغات تقنية تبدو أحياناً وكأنها مصنوعة ببرامج فوتوشوب على سبيل المثال هل يمكنك أن تصدق أن هذا الحذاء في حقيقة الأمر حلوى مزينة بالتسجيج اللامع؟ حقاً لا يمكننا أن نصدق ذلك عنصر مثل كتلة الكراميل المصنوعة من السكر والماء يعد مثالياً أيضاً لصناعة دكورات رائعة للحلوى وفي الوقت نفسه من أجل إعدادها يجب أن يتمتع الطاهي بالدقة وبسرعة لا تصدق وذلك لأن الكراميل يبرد بسرعة شديدة ويفقد لياقته عند النظر إلى تمثال الطووس المهيب يكاد يكون من المستحيل تصديق أنه صالح للأكل عند مشاهدتك لفيديو هذه القناة التي تبدع كثيراً في جميع أنواع الحلوى تجد لديك رغبة شديدة في تناولها على سبيل المثال كعكة ضخمة على هيئة ذير حورية البحر والتي تشبه اللعبة تعد طاهية المعجنات الكندية يالندا جيمب واحدة من أكثر المدونات نجاحاً في مجال الأغذية في أمريكا الشمالية يالندا تحب أن تصدم المشجعين بإبداعات غير عادية في مقاطع الفيديو الخاصة بها تظهر كيفية صناعة الكعكة على شكل بطيخ وأطباق منتفخة وبيتزا وسمك وأشياء أخرى مذهلة بالتأكيد التقنيات المؤلفة تعد دائماً إضافة في أي عمل بما في ذلك الطهو على سبيل المثال توصلت كايلي مانغلس من كندا إلى خبرة هائلة في فن الحلوى منذ عدة أعوام مما ساعدها في الفوز على محترف الطهو في جميع أنحاء العالم في مسابقة دولية لصناعة تأثير مذهل بشكل الحيوان تقوم كايلي بتقطيع الشوكولاتة البلاستيكية بألوان مختلفة إلى مئات الألواح الصغيرة ثم تقوم بوضعها بعناية في صفوف على سطح الكعكة وهذا مثال على ما تحصل عليه في نهاية عملها فقط انظروا بأعينكم يكاد يكون من المستحيل تمييزه عن الحقيقي يحب الجميع في بعض الأحيان الاستمتاع بتناول المعكرونة الإيطالية لكن ليندا نيكلسون من باريطانيا وجدت مجالاً خاصاً للإبداع في فن الحلوى فهي تستخدم في عملها المعكرونة بستة ألوان مختلفة لا تستخدم الشيف أي أنواع من الأصباق الصناعية لتلوين الحلوى بل إنها فقط تستخدم الخضروات والأعشاب والسوبرفودز بالإضافة إلى الحلوى المثيلة التي تشبه قوس قزح والمنشورة على صفحتها يمكنك أيضاً العثور على مئات الصور المثيلة على سبيل المثال فارفالا نوع من المعكرونة الإيطالية مصنوع بألوان العلم الأمريكي الماكرونة سومبريرو مصنوعة على الطراز المكسيكي أو رفالو مصنوعة على هيئة الصوف الفهد إذا كانت إزالة الفطائر من المقلات أمراً صعباً بالنسبة لبعض الأشخاص فإنه ليس أمراً صعباً لرجل يعمل في شركة صناعة المعجنات وإنشاء لوحة حقيقية من الفطائر لا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة له من بين المعجبين بالأعمال الفنية المبدعة لهذا الطاه المحترف من ميزوري المغنية كاتي بيري نفسها بالمناسبة وفقاً لمؤسس الشركة داندريك فإن سر اختبار الفطائر المثالية في ثباتها مع وضع الكاتشاب عليها بينما توجد السينما ثلاثية الأبعاد والطابعات ثلاثية الأبعاد يوجد أيضاً كيك ثلاثي الأبعاد للوهلة الأولى يبدو كأنه خداع ولكنه حقيقي يستخدم الطهات الجيلاتين الملونة وحكمة مع فوهات لتحقيق هذا التأثير مع ما يكفي من الصبر يمكنك صناعة هذه القدعة وتكررها في المنزل وعند تقديمها للضيوف بالطبع ستثير إعجابهم انظروا إلى ما يصنعه الجيلاتين الملون من أروع الحلوى إعداد القهوة بالفعل نوع من فن الطهو أليس كذلك؟ عندما يقوم البرستا عامل تحضير القهوة برسم قلب على الرغوة الكثيفة لمشروب اللتيه يصبح المزاج على الفور أفضل بكثير لكن البرستا المحترف لا يتوقف عند هذا الحد وغالبا ما يخلق صورا حقيقية على الرغوة أولا يحتاج البرستا إلى تحويل الحليب إلى رغوة كثيفة ثم وضعه في إبريق فولذي له صنبور طويل ضيق يضع الماء المغلية من آلة صنع القهوة في القوب وبعد ذلك يقوم بعمل إبداعاته الخاصة على الرغوة وهذه نتيجة ما يحصل عليه في النهاية إلى هنا ينتهي هذا المقطع شكرا لكم وإلى اللقاء